بالفعل كارولينا رئيس الجمهورية رد هذا القانون ورفض التوقيع عليه وطلب إجراء بعض الملاحظات أو بعض التعديلات على هذا القانون المعدل أصلا ببعض مواده أبرز ما قاله رئيس الجمهورية ذكره التقرير فيما يتعلق بالمدة الزمنية شهر مارس وهو شهر العواصف بحسب رئيس الجمهورية هناك حرمان لعدد كبير من المصوتين الذين لم تدخل أسماؤهم على قوائم الانتخابية قبل شهر آذار المقبل واعتبر بأن هذه ليست توصية إنما فردت فرضا لمرة استثنائية في إشارة لأن وزير الداخلية له الحق في تحديد موعد الانتخابات وكان قد حددها في مايو المقبل قبل أن يعدلها مجلس النواب بشكل نهائي إضافة إلى ذلك بدأ لافتا بأن الرئيس داعم لموضوع تصويت المقتربين لممثلين ستة في القراط الستة ويتقاطع هذا الموقف مع موقف رئيس الطيار الوطني الحر صهر الرئيس الجمهورية في هذا الإطار الذي اعترض في جلسة البرلمان على طريقة التصويت وعلى هذه المواعيد وبالتالي نحن أمام جدل سياسي جديد من الناحية الدستورية بعد أن تعمل اللجان النيابية على إعادة درس رد القانون يطلب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة عامة أمام البرلمان بحضور كل النواب والكتل يعاد التصويت في حال أصر البرلمان على هذا التصويت يصبح نافذا كونه قانون معجل مكرر أو بصفة العجلة وبالتالي هناك جدل سياسي وأخذ ورد يتوقع أن يجتعل في الأيام القليلة المقبلة بين فريق رئيس الجمهورية والطيار الوطني الحر وباقي الأطراف التي تقول بأن الانتخابات يجب أن تجرى بأقرب وقت ممكن وبأن الطقس ليس مبررا وحيدا في هذا الإطار يتوقع أن يعيد النظر البرلمان وأن يصوت أو يعدل في بعض المواد ولكن ليست المواد الأساسية التي أقرها أي تصويت المغتربين ل 128 نائبا وليس لستة نواب على ستة طرات يمكن أن تعدل فترة الزمنية المقررة لإجراء الانتخابات ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون مطار جدل واتصالات وبحث سياسي بين مختلف القوى السياسية إذن الانتخابات عنوان أساسي للجدل في المرحلة المقبلة عنوان أساسي للتراشق السياسي في المرحلة المقبلة وقد تطير الانتخابات على صعيد هذا التراشق أو بنتيجة هذا التراشق تضيع مسألة الانتخابات ضمن إطار التراشق الكلامي والتصعيد الكلامي والسياسي بين مختلف القوى السياسية والأفريقاء اللبنانية شكرا جزيلا لك من بيروت مرسلنا سلمان العنداري شكرا جزيلا لك